في هذا الفيديو نستعرض حياة الامير عبدالقادر القائد العظيم الذي قاد المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر نغوص في تفاصيل مولده ونشأته انجازاته العسكرية والسياسية وفترة نفيه التي اظهرت انسانيته وتسامحه كما نسلط الضوء على مدينة الكدر الامريكية التي سميت تكريما له انضموا الينا لاكتشاف قصة هذا البطل الخالد وارثه الذي ما زال يلهم الاجيال والان اليك مقدمة حول الامير عبدالقادر الجزائري الامير عبدالقادر بطل الجزائر وقائد المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر هو واحد من ابرز الشخصيات التاريخية التي تركت بصمة لا تمحى في تاريخ الجزائر والعالم الاسلامي ولد في ستة سبتمبر الف وثماممائة وثمية في القيطنة بواد الحمام بمدينة معسكر ونشأ في كنف اسرة علمية ودينية تعلم فيها العلوم الشرعية والفكرية بزغ نجمه في وقت كانت الجزائر تعاني فيه من الاحتلال الفرنسي فبرز كقائد عسكري محنك وزعيم سياسي حكيم استطاع توحيد القبائل الجزائرية وتأسيس دولة حديثة مبنية على اسس العدالة والكرامة وقاد الأمير عبدالقادر المقاومة ببسالة محققا انتصارات عسكرية مهمة ضد القوات الفرنسية مما جعل منه رمزا للمقاومة والنضال لكن لم تكن مسيرته خالية من التحديات فقد واجه ضغوطا هائلة واستراتيجيات معقدة من قبل المستعمرين مما أدى في نهاية المطاف إلى استسلامه ونفيه إلى فرنسا ومن ثم إلى دمشق وفي المنفى لم تتوقف مساعي الأمير عبدالقادر لنشر السلام والعدالة حيث اشتهر بدوره في حماية المسيحيين في دمشق خلال أحداث 1860 مما عزز سمعته الدولية كرمز للتسامح الديني والإنسانية توفي الأمير عبدالقادر في 26 مايو 1883 لكن إرثه العريق لا يزال حيا ملهما الأجيال في الجزائر والعالم في هذا الفيديو سنستعرض حياة الأمير عبدالقادر بالتفصيل من مولده ونشأته مرورا بإنجازاته العسكرية والسياسية وحتى فترة نفيه وإسهاماته الإنسانية تابعونا لتتعرفوا على قصة هذا البطل العظيم وإرثه الخالد مولد الأمير عبدالقادر ونشأته ولد الأمير عبدالقادر في 6 سبتمبر 1808 في قرية القيطنة بوادي الحمام بالقرب من مدينة معسكر في الجزائر كان مولده في فترة مضطربة تاريخيا حيث كانت الجزائر تعيش تحت تهديد القوى الاستعمارية الأوروبية نشأ الأمير عبدالقادر في كنف أسرة النبيلة عرفت بالتدين والعلم فوالده محي الدين الحسني كان شيخا صوفيا وزعيما دينيا يحظى باحترام كبير بين القبائل ومنذ نعومة أظافره تلقى عبدالقادر تعليما دينيا صارما حيث درس القرآن الكريم والحديث والفقه الإسلامي إلى جانب العلوم اللغوية والأدبية أظهر الأمير عبدالقادر نبوغا مبكرا في العلم والفكر مما جعل والده يحرص على تعليمه على يد أبرز علماء تلك الفترة كانت هذه التربية الدينية والفكرية العميقة هي التي شكلت شخصيته وزودته بالمعرفة والحكمة التي سيستخدمها لاحقا في قيادة المقاومة وإلى جانب التعليم كان عبدالقادر محاطا بثقافة صوفية غنية حيث تأثر بتعاليم الطريقة القادرية التي كانت تؤكد على مبادئ العدل والكرامة الإنسانية هذا التأثير الصوفي لم يكن فقط جانبا دينيا بل كان له دور كبير في تشكيل رؤيته السياسية والاجتماعية مما ساعده في بناء دولة قائمة على مبادئ العدالة والمساوات وعند بلوغه سن الشباب قام عبدالقادر برحلة إلى الحج برفقة والده وكانت هذه الرحلة فرصة له لاكتساب المزيد من المعرفة والتجارب والتعرف على العلماء والمفكرين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي هذه الرحلة أضافت بعدا عالميا لرؤيته ووسع آفاقه الفكرية مما أهله فيما بعد للعب دور بارز في الساحة السياسية والعسكرية تلك النشأة المميزة والملئة بالعلم والتدين هي التي أعدت الأمير عبدالقادر ليصبح واحدا من أعظم قادة المقاومة في تاريخ الجزائر وقائدا ملهما يخلده التاريخ كرمز للنضال من أجل الحرية والكرامة إنجازاته العسكرية والسياسية تنظيم المقاومة وبناء الدولة بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر في عام 1830 برز الأمير عبدالقادر كقائد مقاومة فعال في عام 1832 اجتمعت القبائل الجزائرية وانتخبته أميرا وقائدا للمقاومة ضد الاستعمار الفرنسي منذ ذلك الحين بدأ عبدالقادر في تنظيم الجيش الجزائري وتوحيد القبائل تحت راية واحدة مما ساهم في خلق جبهة مقاومة موحدة ضد الفرنسيين الانتصارات العسكرية تمكن الأمير عبدالقادر من تحقيق انتصارات عسكرية هامة في عدة معارك بارزة من أهمها معركة المقطع 1835 نجح فيها في تكبيد الفرنسيين خسائر فادحة بفضل تكتيكاته العسكرية الذكية معركة سيد إبراهيم 1836 كانت واحدة من أبرز الانتصارات التي أظهرت براعة الأمير في إدارة المعارك واستغلال التضاريس لصالحه معركة وادي تافنة 1837 انتهت هذه المعركة بتوقيع معاهدة تافنة التي اعترفت فيها فرنسا بسيادة الأمير عبدالقادر على جزء كبير من الجزائر تأسيس الدولة الحديثة سعى الأمير عبدالقادر إلى بناء دولة حديثة تستند إلى أسس العدالة والكرامة الإنسانية قام بتنظيم الدولة من خلال نظام الضرائب أسس نظام ضرائب عادل لتمويل الدولة والمجهود الحربي القضاء أنشأ نظام قضاء مستقل يستند إلى الشريعة الإسلامية ويضمن العدالة للجميع التعليم شجع على التعليم ونشر المعرفة بين أفراد الشعب وأسس المدارس لتعليم الشباب الاستراتيجيات الدفاعية استخدم الأمير عبدالقادر تكتيكات حرب العصابات بشكل فعال مستفيدا من معرفته الجيدة بالتضاريس المحلية مما ساعده في تنفيذ هجمات مباغتة ضد القوات الفرنسية كما بنى شبكة من الحصون والمخابئ لتأمين رجاله ومؤنهم وهو ما ساهم في إطالة أمد المقاومة الاستسلام والنفي رغم الانتصارات الكبيرة التي حققها واجه الأمير عبدالقادر ضغوطا هائلة من القوات الفرنسية التي استعانت بتعزيزات كبيرة في عام 1847 وبسبب تفوق الفرنسيين العددي والمادي اضطر الأمير إلى الاستسلام بعد ضمانات قدمها له الفرنسيون بشأن سلامته وسلامة رجاله نفي إلى فرنسا حيث أقام في البداية في قصر أمبواز ثم انتقل إلى دمشق فترة ما بعد النفي في دمشق عاش الأمير عبدالقادر حياة مليئة بالنشاط الفكري والديني أصبح رمزا للتسامح الديني والعدالة واشتهر بدوره في حماية المسيحيين خلال أحداث 1867 مما عزز سمعته كقائد إنساني عالمي استمر في الكتابة والتدريس وساهم بشكل كبير في نشر الفكر الصوفي والتعاليم الإسلامية إرثه وتخليده توفي الأمير عبدالقادر في 26 مايو عام 1883 ولكن إرثه العريق استمر في إلهام الأجيال يحتفى به اليوم كرمز للنضال من أجل الحرية والكرامة في الجزائر والعالم ترك بصمة لا تمحى في التاريخ بفضل شجاعته وحكمته وعدالته وما زال يذكر كواحد من أعظم قادة المقاومة في العالم فترة النفي الاستسلام والنفي إلى فرنسا في ديسمبر 1847 وبعد سنوات من المقاومة الشرسة ضد الاحتلال الفرنسي اضطر الأمير عبدالقادر للاستسلام نتيجة لتفوق القوات الفرنسية عددياً ومادياً فضلاً عن الخيانات الداخلية والضغوط الاقتصادية والعسكرية قدم الجنرال لا موريسير ضمانات للأمير عبدالقادر حول سلامته وسلامة أتباعه فنقل الأمير وعائلته وأتباعه إلى فرنسا الإقامة في فرنسا في البداية احتجز الأمير عبدالقادر في قلعة أمبواز حيث عاش هناك مع أتباعه في ظروف صعبة نسبياً خلال فترة احتجازه أظهر الأمير عبدالقادر سلوكاً نبيلاً واستمر في ممارسة شعائره الدينية وتعليمه لأتباعه مما أكسبه احترام الفرنسيين الانتقال إلى تركيا ثم دمشق في عام الف وثمانمائة واثنان وخمسون أصدر الإمبراطور نابليون الثالث عفواً عن الأمير عبدالقادر مما سمح له بالانتقال إلى تركيا بعد فترة قصيرة في بورصة ثم في إسطنبول قرر الأمير الانتقال إلى دمشق في عام الف وثمانمائة وخمسة وخمسون حيث استقر هناك بشكل دائم حياة الأمير في دمشق في دمشق عاش الأمير عبدالقادر حياة هادئة نسبياً مكرساً وقته للعلم والدين أصبح الأمير عبدالقادر شخصية محورية في المجتمع المحلي حيث كان يحظى باحترام كبير من قبل السكان المحليين والعلماء استمر في تدريس العلوم الدينية والفكرية وعرف بتواضعه وكرمه حماية المسيحيين في دمشق الف وثمانمائة وستون في عام الف وثمانمائة وستون اندلعت أعمال عنف طائفية بين المسلمين والمسيحيين في دمشق لعب الأمير عبدالقادر دوراً حاسماً في حماية المسيحيين من المجازر حيث فتح أبواب منزله واستقبل مئات اللاجئين المسيحيين ومنحهم الحماية والأمان تدخله هذا ساهم بشكل كبير في وقف العنف وإنقاذ حياة الكثيرين مما عزز سمعته الدولية كرمز للتسامح والعدالة نشاطاته الفكرية والدينية خلال إقامته في دمشق ألف الأمير عبدالقادر العديد من الكتب والمقالات التي تناولت مواضيع دينية وفكرية من بينها كتابه الشهير المواقف الذي يجمع بين التأملات الصوفية والتعاليم الإسلامية كان يعقد حلقات دراسية ودينية في منزله يجتمع فيها طلاب العلم من مختلف أنحاء العالم الإسلامي وفاته وإرثه توفي الأمير عبدالقادر في 26 مايو سنة 1883 في دمشق ودفن فيها وفي عام 1966 نقلت رفاته إلى الجزائر حيث دفن في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة يحتفى بالأمير عبدالقادر اليوم كرمز للنضال والكرامة الإنسانية ويعد إرثه مصدر فخر وإلهام للجزائريين ولكل من يؤمن بالحرية والعدالة المدينة الأمريكية التي سميت باسم الأمير عبدالقادر مدينة الكادر آيوة تعد مدينة الكادر الكادر في ولاية آيوة الأمريكية واحدة من المدن القليلة في الولايات المتحدة التي سميت تكريما لشخصية إسلامية تأسست المدينة في عام 1846 على يد ثلاثة مستوطنين أمريكيين وهم تيموثي ديفيس جون تومسون ويليام كارتر كانوا مستوحين من قصة الأمير عبدالقادر الجزائري الذي كان في ذلك الوقت رمزا عالميا للمقاومة ضد الاستعمار الفرنسي والبطولة الإسلامية سبب التسمية اختار المستوطنون تسمية المدينة الكادر تيمنا بالأمير عبدالقادر تعبيرا عن إعجابهم بشجاعته ونضاله من أجل الحرية والعدالة في تلك الفترة كان الأمير عبدالقادر قد بدأ يشتهر دوليا بسبب مقاومته البطولية ضد القوات الفرنسية التي جذبت انتباه الصحافة الدولية وأثارت إعجاب العديد من الناس حول العالم بما في ذلك في الولايات المتحدة العلاقة بين الكادر والأمير عبدالقادر رغم أن الأمير عبدالقادر لم يزر الولايات المتحدة قط فإن تأسيس مدينة على اسمه يمثل رمزا للتقدير والإعجاب الدولي بشخصيته وإنجازاته تعتبر هذه المدينة تجسيدا للعلاقات الثقافية والاحترام المتبادل بين الثقافات المختلفة الحياة في مدينة الكادر اليوم الكادر هي مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 1200 نسمة تعرف بجمالها الطبيعي وجسورها المغطى وتاريخها العريق المجتمع المحلي هناك يحتفي بالتراث التاريخي للمدينة ويعتبر اسمها رمزا للسلام والتسامح والتفاهم بين الشعوب تأثير التسمية إن تسمية مدينة أمريكية باسم الأمير عبدالقادر تعكس تأثيره العالمي وتأثير نضاله ضد الاستعمار الذي ألهم الناس في جميع أنحاء العالم كما تعد هذه التسمية رمزا للأخوة الإنسانية والتقدير العالمي للشخصيات التي تسعى لتحقيق العدالة والحرية في الختام شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو الذي استعرضنا فيه حياة الأمير عبدالقادر بطل المقاومة الجزائرية ورمز الحرية من مولده ونشأته في بيئة دينية وثقافية غنية إلى إنجازاته العسكرية والسياسية البارزة وحتى فترة نفيه التي أظهرت جوانب إنسانية عظيمة في شخصيته لقد كان الأمير عبدالقادر أكثر من مجرد قائد عسكري كان رمزا للعدالة والتسامح والكرامة الإنسانية إرثى الأمير عبدالقادر لا يزال حيا يلهم الأجيال في الجزائر وحول العالم قصته تذكرنا بأهمية النضال من أجل الحرية والعدالة وتعلمنا قيم الصمود والشجاعة في وجه التحديات إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لتصلكم المزيد من القصص الملهمة اتركوا تعليقاتكم وآراءكم حول الأمير عبدالقادر وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم لنشر المعرفة والإلهام إلى اللقاء في فيديوهات قادمة على قناة حكمة الملوك وشكرا على دعمكم المستمر ترجمة نانسي قنقر